مساء الخير لكل السادة المشاهدين مساء الخير لكل متابعين برنامج الناس والبرلمان طبعا هاعد اقول لكم زي كل مرة وحشتوني ومنتظركم النهاردة فعلا انا بحيي كل القائمين على برنامج الناس والبرلمان وكل القائمين على قناة صح والجمال القناة فعلا الجريئة القناة الحرة القناة اللي بتلتزم بمعايير الاعلام في مصر وفعلا كل القائمين عليها عندهم حتة جرأة مش موجودة في قناة كتير انا يعني فعلا بوجه لهم الشكر ومن هنا من برنامجي برنامج الناس والبرلمان برفع لهم القبعة بحيي كل اللي موجودين وبحيي اهل الاليوبية الكرام اللي فعلا بيثبتوا كل يوم انه هم بيحبوا البلد وبيخافوا على اي شبر واي فلوس بيتم انفقها من المال العالم النهاردة بنتكلم عن الطرق واعادة ترتيبها الخاصة بمحافظة الاليوبية وخصوصا مدينة بنا لما بنيجي نسأل كل الناس دلوقتي بنقول يتلاقي الناس اللي يعني اللي ما لهمش دراية وما يقدروش يفهموا اكتر في ايه اللي بيحصل من تخطيط طبع الدولة التخطيط التابع للدولة التخطيط ده بيقوم وبيشرف عليه اه الدولة من اول رئيس الجمهورية سيد رئيس الجمهورية الى اصغر واحد موجود التخطيط والاشراف على الطرق وما يحدث في المحافظات هو تخطيط نابع من سياسات الدولة محدش يطلع ويقول ويشكك ويقول ان ده طالع علشان خاطر احنا فترة انتخابات وفيه فلوس هيتم اهضارها والكلام ده خاطئ جدا يمكن يكون فيه بعض الاماكن كانت كويسة بس الدولة عايزها تبقى افضل عايزة الدولة تبقى افضل كل الكلام ده الاولادها والولادها والبنتها كل الكلام ده لشبابها القادمين الخير الخير فيه وفيه امتي الى يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هنا من هنا احنا لما بنيجي بنوجه الناس للطريق الصح وبنوجه الناس وبنعرفهم ان ده سياسات دولة لكن التنفيذ ومن هنا نقدر نحط كذا خط تحت التنفيذ اللي زي ما قلنا قبل كده في بداية برنامج الناس والبرلمان واحنا بنناشد المسئولين واحنا بنقول ايها المسئول تم وضع الخطة من قبل كبير الخطة وكبير مؤسس الخطة وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن يأتي بعض الموظفين الصغار الذين يجعلون هناك عوائق وهناك مشاكل ويفتح فجوة كبيرة ما بين الشعب وما بين المسئول لما يجي مهندس تيجي تسأله وتقوله انت بنفذ ايه يقولك انا بنفذ خطة طب ايه هي الخطة وشغلت ازاي وطلع للورق يقولك انا ما عرفش يقولك مش من حقك لما مش من حق المواطن اللي هو ده يبقى مال عام وده حصل في اكتر من محافظة يا جماعة موضوع ده بيحصل في اكتر من محافظة لتجميل وتطوير المحافظة والمكان والطرق الخاصة بها فاحنا من هنا بنناشد دي المسئولين ان هما يتابعوا المشرفين والمهندسين بنها بتتضرر بنها فيها مشاكل موجودة بسبب بسبب الموجود واللي بيحصل بنها لما هبتدي اعرض لكم بعض الصور الخاصة من مدينة بنها والظاهرة من مدينة بنها هتشوفوا واتتابعوا ايه اللي بيحصل فيه ناس لما تشوف من اول واهلة كده هتقول ايه اللي بيحصل ده ما احنا عدينا المكان ده هنعرض الصورة دلوقتي صور مجموعة من الصور من مدينة بنها المدينة الجميلة المدينة اللي محتاجة اهتمام اكتر من سيد محافظة الاليوبية اتفضل الاعداد اتفضل فريق العمل يعرض لنا يبتدي يعرض لنا الصور هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع لحين ان يقوم الاعداد بتجهيز الصور الخاصة من مدينة بنها اه بمحافظة القليوبية اه لا وهي عاصمة محافظة القليوبية هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل وكان فاصل الادان واهم رب هزي دعوات التامة والصلاة القائمة ااتي سيدنا محمد من الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلفوا جميعات هنرجع ونبتدي ونبتدي الشغل بتاع حلقتنا النهاردة الشغل ده اهداء لكل مسؤول في كل محافظة انه يبتدي يتابع ويرائب بنفسه الصور دي موجودة من داخل مدينة بنها اي حد يقدر ينزل مدينة بنها دلوقتي هيبتدي يشوف اللي بيحصل في مدينة بنها واللي كان موجود وينزلها قبل كده طبعا القاتلين بمدينة بنها وبمحافظة القليوبية عارفين اكتر وعارفين ومتابعين وعندهم المأساة بتاعتهم يمكن هما مستنيين الافضل وحنا كلنا مستنيين الافضل وحاسيني انه ممكن يبقى فيه افضل لكن احنا بنلحق علشان ما يبقاش فيه اي خطأ هنبتدي نعرض دلوقتي الصورة الاولى الا وهي للصينية او المنطقة اللي في اخر منطقة الفلل المنطقة دي قدامنا زي ما الصور معروضة المنطقة دي بينها وبين المكان الخاص بمحافظة القليوبية او مبنى محافظة القليوبية حوالي 500 متر 500 متر يعني اكيد السيد اللواء المحترم المكتهد اللي فعلا بيتحرك كتير وزي ما قلنا وزي ما اشدنا ان هو بينزل وفعلا بيشد على ايدي المقصرين وفعلا بيبتدي يكون بعزلهم من اماكنهم فلازم ينزل ويشوف ينزل ويشوف المهندسين المسؤولين عن هذا التخطيط ما يتم تخطيطه هل ده يرطي ربنا سبحانه وتعالى احنا كلنا بنعمل ربنا سبحانه وتعالى في شغلين هل دي كانت المنطقة او كان يتم دراستها الصناعة دي كان يتم اعادة بنائها بصورة اسرع من كده وكان المفروض يبقى معانا ضيف متخصص ومهندس في الطرق الكباري متخصص فيما يحدث لكن لظروف قهرية لم يأتي لكن احنا بنوصل لصوتنا احنا مش لازم نتكلم في متخصص دلوقتي احنا محتاجين رد فوري وحاسم وسريع من المسؤولين عن الادارة الهندسية في محافظة القليوبية ما يحدث في مدينة بنها او في محافظة القليوبية وما يحدث في مدينة بنها بالاخص هل ما يحدث يتم وفق دراية والشارع البنهاوي والشارع القليوبي الخاص بمحافظة القليوبية والجماهير في حالة غضب واستياء ونحن لا ننظر اليهم ولا نرد عليهم رد عليهم انزل بخبر وقول هيا دي وهو ده اللي هيتم وهو ده اللي هيحصل دلوقتي معانا صورة من كبري كفر الجزار كبري كفر الجزار فعلا تم اقافه وتم اقاف السير من عليه وده مشكلة كبيرة جدا وحصلت مشاكل كبيرة جدا لكن ده فيه تطوير والتطوير ده مهم وفعلا انا اشيد بالمسؤولين اللي خاصين بكبري الادارة الهندسية في الحتة دي لان الكبري بيتم ادارته بصورة سرعة جدا غير الطرق يعني غير الطرق الموجودة في بنها غير الارصفة والمكان الخاص بالمرور وبالمشاة اللي تم ازالته ومن هنا بيتم هناك عرقلة كبيرة جدا ما بين المرور وما بين حركة المشاة لان دي كانت مفروض تتم بصورة كبري كفر الجزار فعلا انا بشيد بيهم ابتدوا يشتغلوا بصورة رهيبة جدا انا عجباني الصورة بتاعته يعني انا كمواطن بنهاوي عجباني الصورة بتاعته في العمل وفي الانجاز لكن هل هيتم بالصورة التي طليق بمدينة بنها هنيجي ننظر في صورة موجودة قدامنا الا وهي من كبري الفحص بمنطقة بنها فوق كبري الفحص في مفارق وفي منطقة سيئة جدا هذا الفارق يؤدي الى يؤدي الى وبنعيد تاني وبنعيد تاني يؤدي الى الكثير من الحوادث نظرا لاختلال توازن السيارات مع وجود هذا الفارق يعني نبقى عارفين ان في مشكلة وفي مصيبة تؤدي الى الموت والهلاك واحنا نقعد نتفرق واحنا نستنى المشكلة اللي جاية السيد محافظة الاقليوبية والسادة المسئولين ورئيس مجلس مدينة بنها محترمين وبيشتغلوا وبيتحركوا وبيشتغلوا فعلا وبينزلوا اماكن كتير فاحنا بنشدهم وبيناشدهم من برنامج الناس والبرلمان نقول لهم اتفضلوا انزلوا اكتر اتعبوا الشعب والدولة والقيادة السياسية اخترتكم واحنا كشعب واسقين في اختيارات القيادة السياسية انتم كمان لازم تتصقوا في اختيارتكم الادارة الهندسية لازم تتحرك اسرع من كده وخصوصا ان الشارع على صفيح ساكن المهندسين هناك هناك الكثير من المهندسين يريدون ان يقوموا بالتطوع عايزين يتطوعهم انزلوا في حب مصر بينزلوا عايزين ينزلوا ويشتغلوا خدوهم وتعاملوا معاهم عرفوهم ايه اللي هيحصل انا عن نفسي انا كمواطن كدكتور جامعي في جامعة بنها وكراجل بيحب البلد انا عارف ومتأكد ان بعد فترة هيتم وهنشوف خير كتير وهنشوف فعلا تطوير لكن المواطن البسيط المواطن اللي ما بيعرفش يقرأ وبيشوفش الورق ومالوش في الكلام اللي انه كل ما ايجي يمشي كعبل ويلاقي طوب وتكسير ويلغه انه عشان يقدر يدخل بمنطقة كوبري كفر الجزار حصلت مشكلة زمان ما كانتش مع السيدة المحافظة الموجود او الحالي كانت مع محافظة سابق بدون ذكر اسمه حصلت مشكلة في الكوبري الواصل ما بين الكوبري رياحة توفيقي او الكوبري الواصل في منطقة كوبري بنها الواصل ما بين منطقة اسبت سوق او منطقة منشية النور ومنطقة الحرس الوطني والخارج لمنطقة الشدية ومنطقة كوبري بنها او محطة قطار بنها المنطقة دي فيها كوبري ما تعرفش رايح فين وجاي من اين ما تعرفش ده رايح فين وجاي من اين بل ان تم وضع عليه رادار علشان يشوف اللي ماشي معاكس طب ما هو انت ما هو انت بتكبره ان هو يمشي معاكس لان كان فيه مشكلة وعرف ان المقاول او الخاص اللي بنى الكوبري دلوقتي تقريبا بيتم التحقيق معاه بعله فترة طيب طب احنا ليه نسيب المقصر لحد ما يقصر ويعمل المشكلة ونبتدي نحزبه طب ما ننسل من الاول وخصوصا ان مثلا صانية او الكوبري بكفر الجزار او منطقة الاهرام والفلال اللي بيتم الشغل فيها دلوقتي قريبة جدا من السيدة المحافظة من مجلس المدينة احنا بنشدهم وعارفين ان هم فعلا خير رجال وخير من تم توليتهم علينا احنا بنشدهم ان هم ينزلوا ويتحركوا اكتر وخد معاك مجموعة من المهندسين ومجموعة مهندسين الادارة الهندسية مع مهندسين متطوعين احنا بقينا في وقت دلوقتي عايزين شبابنا وعايزين خيرنا وخير مهندسين عايزين كل الناس ستكاتف ورسالة هنا بناشد كل عضو مجلس شعب موجود وتم وتم نجاح ونجح في الانتخابات يبتدي يتحرك اكتر مع الشعب ابتدي من دلوقتي ما تستناش لما لما البرلمان ينعقد انزل واشتغل واتحرك ويكلم ويدافع عن الناس وشوف حقوقهم وشوف مع مين وشوف لمين على اللي تفهمهم روح اتكلم مع المسئلين كن اتكلم مع المسئلين كن اتكلم مع المسئلين اتكلم مع المسئلين وشوف هتعمل ايه وشوف هتتكلم ازاي وشوف ايه الوضع وإيه اللي هيتم الفترة القادمة اتكلم مع المسؤولين أكتر وتكلم مع الشعب وابل حلقة وصل ما بين المسؤول وما بين الشعب وبنناشد كل عضو أو كل مرشح للبرلمان وابتدى ونزل وما حلفوش الحظ وكان خسر فده نجاح لإن لازم تنزل وتبتدي تتابع الناس وتتابع المسؤولين وتبتدي انت كمان ليه دور لإن انت مواطن انت مش شرط ان انت تبقى عضو مجل الشعب عشان تتكل انت مواطن نصري مواطن بنهاوي انزل وتكلم معاهم وانزل وتابع وانزل وشوف ايه المشكلة وايه الغلط وحاول تحله بحيادية وتحله بطريقة كويسة ما تطلعش مشاكلنا برانا احنا لازم ما نطلعش مشاكلنا بره مكاننا بره محافظتنا احنا عايزين محافظتنا تبقى افضل المحافظات بوجود قيادة حكيمة وشعب واعي شعب واعي واعضاء مجلس الشعب على قدر من الحكمة اعضاء مجلس الشعب لازم ينزل واشتعر بناشد تلاتة اللي تم اختيارهم والقائمة الوطنية التي تم اختيارها ونجحت ونجحت في الانتخابات انزل وتحرق ما تستناش انها قدر لنا انزل وشوف المدن مش مدينة بانها بس كل المدن والقرى الموجودة في محافظة القليوبية بها الكثير من العجز بها الكثير من المشاكل ونزلنا وصورنا في كذا مشكلة وفي كذا مكان انزل وتابع تشوف المشكلة دي تقدر تحلها ازاي واحنا بناشد واحنا بنقول واحنا بنوعد الناس ان احنا هنحاول من خلال برنامج الناس والبرلمان ان احنا نتواصل اكتر مع المسؤولين وان احنا نبتدي نعرض المشاكل وبرضو نحاول نوجد حلول لها من خلال المفكرين والمخترعين والمبدعين المبدعين يا جماعة المبدعين عندنا دول مهمين جدا ومن هنا انا هاكد على بنك افكار الشباب وبنك الافكار الخاص بالمبدعين الخاص بالمفكرين الخاص باصحاب الاختراعات الخاص باصحاب الاختراعات البلد دي مش هتقوم تاني وتشتغل اكتر من كده الا برئيس حكيم زي الرئيس سيد رئيس عبد الفتاح سيسي و الا ببعض القيادات الحكيمة والقائد والقيادات او المسؤولين الغير حكماء فليتنحوا جانبا اتركوا الكرسي والمنصب لمن يهمه الامر للي بيحب الشعب و بيحبه بجد ما يبقاش سيد رئيس بيتعب و بيشتغل و يجي موظف صغير يبوز كل اللي تعب ما يبقاش محافظ بيتحرك و يجي مهندس اتخرج معلش بوسطة او بحاجة زي كده و ينزل يبدع لنا في الطريق و في الطرق كما يحدث من الابداعات هذه ابداعات خرافية بيعملوا لوحة ما انزل الله بها من سلطان من هنا بناشد السيد المحافظ السيد اللواء عبد الحميد الهجان انه يبتدي ينزل اكتر و احنا عارفين انه هو فعلا بيتحرق ابتدي انزل و شوف المقصر و ابتدي حزبه علشان فعلا بنها في حالة غليان و انا من هنا من هنا انا انا بشكر كل القائمين على البرنامج و القائمين على القناة و بشكر اهلي و اهلي ديريتي في بنها و اهلي بكفر و شكر كمان و ان شاء الله هنتابعكم الفترة الجاية لان البرنامج ده منكم و بيكم لانه برنامج الناس والبرلمان شكرا لكم اشتركوا في القناة